في حاجات فعلا متعلقة بالسياسة قد تكون نقاط يعني زي بالزبط كده فيه مصار أطاعته الدولة الفلسطينية على مدار تقريبا التلاتين سنة اللي فاته من وقت الرئيس الراحل الزعيم الراحل ياسر عرفات أبو عمار وذهابا إلى الرئيس الحالي سيد محمود عباس أبو مازم الحاجات اللي زي كده بتضيف نقاط للرصيد الفلسطيني زي من أنه هل ترى هو فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة لا بس قدرنا أن احنا نحصل على شكل من أشكال الاعتراف وشكل من أشكال العضوية يمكن مش العضوية الكاملة لكنها مفيدة كده الحال إذا صدر بكرة قرار من محكمة العدل الدولية بتقول أنه اللي بتعمله إسرائيل ده جريمة جريمة إبادة جماعية وجريمة إبادة إنسانية ده رائع جدا هي نقاط السؤال بقى ده معناه لازم تطرح السؤال ده كده وتسأل السؤال بمنطقة الوضوح هل ده معناه أنه هم هيفعلوا آلية للذهاب لإلقاء القابضة على بن يمين نتنياهو وحكمته لا طيب مهم أنه جنوب إفريقيا هي اللي تقدمت بدل لأنه في النهاية خالص جنوب إفريقيا من الدول التي عانت كل المعاناة في وقت الحكم العنصري والحكومات العنصرية اللي كانت بتحكم ما قبل نيلسون مندلة رحمة الله عليها وبالتالي عشان كده فيه ناس بتسألك إش معنى جنوب إفريقيا اللي قدمت لأن جنوب إفريقيا لديها هذه القوة أنها دولة وشعب عانى معاناة شديدة جدا وبالتالي عندما يتقدم بهذا الطلب فبيبقى الطلب ده لوقع أقوى من دول أخرى أو من أغلب الدول بالمناسبة فهنرجع تاني يا ترى هل ترى هتتعامل آلية حتى لو كل الدول الأعضاء دائمة العضوية الخمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ليس لهم حق إبداء الفيتو أو الاعتراض على قرار المحكمة أقفين الآلية مفيش آلية القرار واجب النفاذ بس مفيش آلية لتنفيذه يعني زي ما كده بالضبط ورح سأجي أقولك إيه الولد ده بيغش في المدرسة وبعدين إحنا زبطناه ومصورينه ومدير المدرسة أقرب إن الولد بيغش في المدرسة بيغش في الامتحان بس ما عنديش آلية أرفد بيها الواد ما عنديش فيش ليحة موجودة تقولها في دلواد إزاي وارفده قد إيه يوم ولا تنين وهل أقدر إن أنا أرغمه على الامتثال أمام المحكمة للدفاع عن نفسه أو لتوقيع عقوبة عليه لو افترضنا في مدرسة عندي آلية إن أنا أدخله جوه مكتب السيد المدير علشان ما عنديش ما عنديش حد يقدر يروح يجيب الولد من الفصل مثلا يعني هو دا اللي حصل في القانون الدولي